زيارة رسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف سيلتقي خلالها ولي العهد السعودي الرئيس الفرنسي فرنسو هولند وكبار المسؤولين الفرنسيين وبحسب مصادر رسمية فإن هذه الزيارة ستناقش مواضيع مهمة على الصعيد الدولي أبرزها الأزمة السورية والعراقية وتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني والموضوع اليمني وكذلك ملف محاربة الإرهاب هناك تناغم في العديد من الملفات في مكافحة الإرهاب في اليمن في الملفين السوري والعراقي وزيارة شخصية هامة مثل الأمير محمد بن نايف للباريس هي لتكريس هذا التعاون وهذه الصداقة الفرنسية السعودية للحديث مباشرة عن العديد من الملفات التي تهم البلدين وإضافة إلى المواضيع السابقة هناك أخبار لم تؤكد بعد رسميا أن الملف اللبناني سيكون حاضرا أيضا على طاولة المناقشات وستحاول فرنسا لعب دور الوسيط بين الرياضي وبيروت صفقة دونس في الواقع هي كانت مهمة للرياض ولبيروت وأيضا لفرنسا التي كانت تقوم بتحديث وتسليح الجيش اللبناني لكن إقافها من طرف المملكة العربية السعودية أزعج وأقلق كثيرا الفرنسيين هم يتفهمون موقف المملكة العربية السعودية من بعض الأطراف اللبنانية التي قد تستفيد من الأموال السعودية ولكن هم يتفهمون أيضا بأن الجيش اللبناني يجب أن يبقى جيش قوي وبالتالي فرنسا تسعى للقيام بهذه الوساطة بين الرياض وبيروت وهي لديها من الثقل السياسي والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية ما يخول لها أن تلعب هذا الدور زيارة وصفتها وسائل الإعلام الفرنسية بالمهمة وسيخصص لها حيز كبير في أبرز القنوات والصحف الفرنسية الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى فرنسا ستناقش مواضيع مهمة وحاسمة على ساحة الدولية وتشير إلى أن البلدين حريصين على مواصلة مد جسور التعاون بينهما لقناة الإحبارية هدى فتوان باريس